جبال الوانشاريس الشامخة وبالضبط بمنطقة ولاد حد ببلدية سوق الحد يقع المعلم الأثري قصر كبابا وهو إحدى القصور الرومانية الذي يعود تشيده إلى القرن الرابع ميلادي المعلم يحتوي على طابقين الأول لإقامة ملوك القصر أما الثاني لتخزين المياه والمؤونة قصر كبابا قلت هو منشأة تابعة لشخص معين لكن مثل هذه المنشأة الموجودة في هذه الهضبة بطبيعة الحالة الشخص الذي كان يسكن هنا ليس عاديا إما يكون أرستقراطي أو إختاعي أو عسكري برطبة مرموقة المعلم اليوم طاله الإهمال وأصبح من المعالم المنسية وضع يستدعي الاهتمام به بالنظر إلى قيمته التاريخية ليكون منبرا للدارسين في التاريخ ووشها سياحية أحب ذلك لو تولي الجهات المعنية المسؤولة على المعالم الأثرية واهتمام لهذا المعلم قبل أن ينظر ويزول لأنه مع غيره يعود إلى القرن الرابع الميلادي الفترة المتأخرة وبجواري كذلك مقبرة كبيرة جدا هذه فرصة للطلبة ونداء للطلبة والباحثين بها يزوروا هذه المنطقة وبالتالي نتمكنوا من أننا نحافظوا على هذا المعلم التاريخي وفي نفس الوقت هي أماكن سياحية يمكن أن تفتح أفاق كبيرة للسياحة والسياحة الجبالية والسياحة لهذه القصور الرومالية قصر كبابة ما هو إلا عين للعديد من المعالم التاريخية المهملة في الجزائر في انتظار تدخل وزارة الثقافة للنظر في هذا القصر والعديد من المعالم الأثرية المهددة بالزولة